بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات التكامل باستخدام الكسور الجزئية سوف ندرس في هذا اللقاء تكامل حدودية نسبية باستخدام الكسور الجزئية مقام هذه الحدودية هو من الدرجة الثانية وقابل للتحليل إلى قوسين بسيطين غير مكررين ودرجة البسط أقل من درجة المقام كما في التمرين التالي أوجد تكامل سالب X زائد عشرة على X تربيع زائد X ناقص 12 بDX سنقوم بالبداية بتحليل المقام والذي هو X تربيع زائد X ناقص 12 إلى قوسين بسيطين لنبحث عن عددين ناتج ضربهما سالب 12 ومجموعهما يساوي إلى موجب 1 وهما العددان سالب 3 وموجب 4 إذن يمكن تحليل X تربيع زائد X ناقص 12 إلى قوسين بسيطين غير مكررين هما X ناقص 3 وX زائد 4 سنحاول كتابة هذا الكسر على شكل كسرين من الشكل A على X ناقص 3 زائد B على X زائد 4 أي سنحاول وضع كل قوس في مقام بحيث يكون البسط عبارة عن عدد A أو B سنحاول إيجاد هذين العددين قيمتين العددين A وB لنبسط هذه العبارة سوف نقوم بضرب هذه المطابقة ب X ناقص 3 وX زائد 4 إذن سنضرب طرفين المعادلة بX ناقص 3 X زائد 4 ونبسط هذه العبارة عند ضرب الطرف الأيسر بX ناقص 3 X زائد 4 سوف نقوم الاختصار اختصار المقام مع هذين القوسين وعند ضرب بالطرف الأيمن عند ضربها بالكسر الأول سوف نختصر X ناقص 3 مع X ناقص 3 ليتبقى A بX زائد 4 وعند ضربها بالكسر الثاني سوف نختصر لX زائد 4 مع X زائد 4 ليتبقى عندنا B بX ناقص 3 كما في الشكل التالي إذن على اليسار تبقى عندي فقط سالب X زائد 10 تم اختصار المقام وعلى اليمين A بX زائد 4 زائد B بX ناقص 3 طبعا العبارة شابه عبارة ضرب التقاطعي وكأننا ضربنا A بمقام الكسر الثاني اللي هو X زائد 4 والB بمقام الكسر الأول الذي هو X ناقص 3 لكن هذه الطريقة غير صحيحة دائما لا تنفع في جميع الحالات عندما يكون عندنا أكثر من كسرين أو بعض الكسور المكررة المقامات المكررة لذلك يفضل دائما الضرب بناتج التحليل من أجل إيجاد قيمتي A وB سنحاول تعويض X بأي عددين ويفضل دائما استخدام أصفار هذه الأقواس أي أصفار المقامات سوف نعوض أولا بX تساوي ثلاثة طبعا في طرفي المعادلة أو المطابقة كلما وجدنا X سوف نضع ثلاثة وبالتالي تصبح العبارة بدل من سالب X سالب ثلاثة زائد عشرة يساوي إلى A مضروب B بدل X ثلاثة زائد أربعة زائد B مضروبة بثلاثة ناقص ثلاثة طبعا ثلاثة ناقص ثلاثة صفر وبالتالي سوف تشطب هذه العبارة صفر ضرب B يساوي إلى الصفر على اليسار سالب ثلاثة زائد عشرة يساوي إلى سبعة وعلى اليمين ثلاثة زائد أربعة سبعة ضرب A سبعة A إذن إذا قسمنا الطرفين على سبعة سوف نحصل على A تساوي إلى الواحد بهذا الشكل مجموعة يساوي إلى سبعة هنا أيضا سبعة طبعا نحن نقسم على معامل A أيًا كان هذا العدد هذا العدد يساوي إلى سبعة لو قسمت الطرفين على سبعة سوف نحصل على A تساوي إلى الواحد سوف نعود في المرة الثانية ب X يساوي سالب أربعة لنتخلص من القوس الأول تصبح العبارة سالب سالب أربعة زائد عشرة يساوي إلى A مضروب بسالب أربعة زائد أربعة زائد B مضروب بسالب أربعة ناقص ثلاثة طبعا سالب أربعة وموجب أربعة صفر وبالتالي هذا القوس سوف ينعدم يساوي إلى صفر سالب أربعة وسالب ثلاثة يساوي إلى سالب سبعة مضروب ب B وسالب سالب أربعة موجب أربعة زائد عشرة يساوي إلى أربعة نقسم على معامل B سوف نقسم الطرفين على سالب سبعة هذا الشكل لنحصل على B تساوي إلى أربعة تقسيم سالب سبعة يساوي إلى اثنين إذن حصلنا على قيمتي A وB A تساوي إلى واحد وB تساوي إلى سالب اثنين نعود في العبارة A على X ناقص ثلاثة زائد B على X زائد أربعة بتصبح بالشكل واحد على X ناقص ثلاثة وسالب اثنين على X زائد أربعة إذن يمكن تفريق هذا الكسر وتجزيئه إلى كسرين بسيطين من هذا الشكل بعد تفريق الكسر إلى كسرين بسيطين نعود إلى التكامل التكامل الأساسي هو تكامل سالب X زائد عشرة على X تربية زائد X ناقص 12 بDX سوف يصبح بدل من تكامل كسر واحد يحتوي على حدودية من درجة ثانية تحول إلى تكامل كسرين بسيطين المقام حدودية من الدرجة الأولى والبسط عبارة عن عدد نلاحظ في الكسر الأول البسط مشتقط المقام وبالتالي الجواب هو لغاريتم مطلق المقام وفي التكامل الثاني سوف نخرج سالب 2 إلى خارج التكامل ليصبح الكسر 1 على X زائد 4 أيضا البسط مشتقط المقام مشتقط المقام تساوي إلى 1 وبالتالي أيضا الإجابة تساوي إلى لغاريتم مطلق المقام إذن الجواب نهائي لغاريتم مطلق X ناقص 3 ناقص 2 في لغاريتم مطلق X زائد 4 ودائما لا ننسى زائد C والذي هو ثابت اختيار نختاره وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات ترجمة نانسي قنقر